شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم لحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع لاحظ أن هناك تقلبات جوية مختلفة في بداية الأسبوع والتقلبات تنحصر في أجواء مغبرة وأيضا حارة نسبية رياح شديدة وغائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر لكن إن شاء الله الجزء الثاني من الأسبوع واعتبارا يوم الثلاثة والأربعة تستقر الأجواء وتعود الأجواء إلى طبيعتها الثلاثة والأربعة والخميس بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض أيام الأسبوع ونبدأ بيوم الأحد يوم الأحد أجواء غير مستقرة أجواء مغبرة في كثير من المناطق الرؤية متدنية في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية وأيضا غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وأيضا هناك انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية زي ما حكينا والبسطة وأيضا الشرقية أجواء مغبرة بشكل عام مغبرة في معظم مناطق المملكة لكن أحيانا في بعض الأماكن يتذنى وينعدم مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 والصورة 21 المرتفعات الوسطى 25-19 المرتفعات الجنوبية غائمة جزئيا مع زخات رعدية 20-17 الأغوار والبحر الميت غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية في الأغوار الشمالية والعظمى بحدود 30 والصورة 24 العقبة أجواء غائمة جزئيا سقوط زخات رعدية غزيرة أحيانا تكون 29-25 وأحيانا يرتفع منسوب المياه وأيضا تجري السيول في الأماكن الجنوبية والعقبة والمناطق الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر 23-19 والمرتفعات المناطق الشرقية أجواء مبرة 27-19 يوم الاثنين أيضا تشتد ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي تشتد غزارة الأمطار تكون الأمطار أكثر انتشارا في معظم مناطق المملكة لاحظ أن معظم مناطق المملكة ستسقط فيها زخات رعدية من المطر تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجرايان السيول خاصة في الأماكن الجنوبية والشرقية من المملكة العظم المتوقعة في المناطق الشمالية 29 وصورة 18 المرتفعات الوسطى 25-17 المرتفعات الجنوبية 21-15 الأغوار 33-25 والعقبة مجزئيا مع زخات رعدية 35-25 المناطق الجنوبية الشرقية 25-18 والشرقية 26-18 درجة مئوية دوم الثلاثة استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن بشكل عام أجواء ربيعية معتدلة بالنهار ربيعية لطيفة ليلا المناطق الشمالية 30-16 المرتفعات الوسطى 25-16 المرتفعات الجنوبية 22-15 الأغوار البحر الميت 34-25 وخليج العقبة 34-24 المناطق الجنوبية الشرقية 26-18 والمناطق الشرقية 31-19 درجة مئوية يوم الأربعاء استقرار آخر على الأجواء أجواء ربيعية لطيفة بشكل عام معظم أوقات النهار والليل وبتكون مشمسة بالنهار وأيضاً صافية بالليل 30-18 في المناطق الشمالية 26-17 في المرتفعات الوسطى 22-17 في المرتفعات الجنوبية حارة نسبياً في الأغوار 36-25 وخليج العقبة حارة نسبياً 36-26 درجة والمناطق الجنوبية الشرقية 27-18 والمناطق الشرقية 31-19 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء مشمسة ربيعية معتدلة بالنهار ربيعية لطيفة ليلاً المرتفعات الشمالية 34-24 المرتفعات الوسطى 31-24 والمرتفعات الجنوبية 28-22 والأغوار البحر الميت أجواء حارة 39-30 درجة وأيضاً العقبة أجواء حارة 39 العظمى والسغرة 31 المناطق الجنوبية الشرقية 32-23 والمناطق الشرقية 34-21 درجة مئوية يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء حارة في معظم مناطق المملكة المناطق الشمالية العظمى 39 والسغرة 27 المرتفعات الوسطى 34-26 والمرتفعات الجنوبية 31-23 الأغوار البحر الميت أجواء حارة 42-32 وخريج العقبة أجواء حارة 43-33 ومناطق البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبياً إلى حارة 34-24 والبادية الشرقية أجواء حارة 38-25 درجة مئوية شكراً لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة